فضل مسؤول الاتحاد الافريقي لكرة القدم منع منتخبات المجموعة الاولى المشاركة في بطولة كاس الأمم الافريقية 2019 لتصدف مصر خلال فترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غدا على استاد القاهرة وهي منتخبات مصر والكاميرون ومالي وغانا وده لانشغاله بالتجهيز لحفل الافتاح إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب وتم نقل تدريباتهم إلى ملاعب أخرى منتخب مصر الأولمبي خاض بقيادة كابتن شوئي غريد تدريباته اليوم وهيأخذها غدا أيضا على استاد بيترو سبورت في إطار الإعداد لمواجهة مالي في الثامنة مساء يوم الجمعة باستاد القاهرة في الجولة الأولى وافتتحية بطولة كاس الأمم الافريقية تحت 23 سنة اللي بتصدفها مصر كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب الأولمبي ويكون صاحب البطولة مش بس صاحب بطاقة تأهل للأولمبياد لكن كمان يكون صاحب البطولة اللي بتصدفها مصر علشان يصالح الجمهور زي ما قولنا قبل كده وهنفضل نكررها لحد ما يحصل إن شاء الله إنه مهم جدا إنك تصالح جمهور البلد بعد فترة من الزعل من منتخب الكبار المنتخب الأولمبي اللي أغلبه أو أغلب قوامه هيكونوا موجودين مع المنتخب الأول فيما بعد وبالتالي مهم جدا يبقوا على قدر المسؤولية ترجمة نانسي قنقر